تتوالى شكاوى أهالي بلدات لواء بني كينانا في محافظة إربد من انقطاعات طويلة للمياه عن مناطقهم منذ بدء فصل الصيف فبعد شكاوى سكان بلدات ملكة وأم قيس وحاتم من ضعف ضخ المياه قال سكان بلدة سحم إنهم يضطرون إلى شراء صهاريج المياه بسبب عدم وصول المياه إلى منازلهم لأسابيع وأكد مواطنون أن أكثر من نصف سكان البلدة لا تصلهم المياه فيما تصل بشكل ضعيف إلى النصف الثاني مشيرين إلى أنهم تلقوا وعودا بحل المشكلة من شركة مياه اليرموك دون جدوى إحنا عندنا هون بسحم من أربع شهور جاي صار المي عدم عندنا نهائيا تسأل تبع المحطة بيقول لك ما بيش مي عندنا مية ومية خمسين متر لسحم لسحم كامله 12 ألف نسمة بتحكي لتباع التوزيع بيقول لك تباع التوزيع يا عمي هذا اللي نقدر عليه في عندنا مشكلة في الصيف بالذات في فصل الصيف تكثر الشكاوي بيطلع كتب بنزل كتب من للوزارة ولمديرية شركة مياه اليرموك وسلطة المياه في بني كنانا وبدون فائدة فنتأمل أن نشوف شيء ملموس على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر